السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم فيديو جديد تدابير دائما رائع وغد يتنفعكم في الحياة اليومية ديالكم متنوعى اكيد والاغلب يتحط طلب ديالكم فابقوا معي حتى الاخر الفيديو وما تنسوش العجبكم تبرتجيوا مع الاحباب والعائلة وتدعموني باللايكات ديالكم ومتمنى لكم ان شاء الله فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله سنبدأ في اول تدبيرة دائما مليكن سلقو باربا كنديروها بواحد الكيمياء اللي هي كتيرة وكان حيرو كيفاش غدين نخزنوها بالنسبة اللي غد يتبقى لنا اسبوع او لا اكتر تلعشرة ايام في التلاجب لما نديروها في الموج جميل ولا شي حاجة فمن الاحسن نديرو لها الطريقة هذين بعد ما نسلقوها ناخدوها كويرات انا على حسب هنال القريعة نقسمها على النسب نخليوها بالقشرة ديالها بعد ما نضفناها اكيد قبل السلق وكنديرو لها المادية لها هكا كتبقى لنا حتى العشر ين في التلاجب ما كيوقع لها والو كتبقى بالما ديالها ومنكن نخدموها كيبقى لون فيها وكتبقى لما داقم ما كيتأطرش وما كيتتغيش نتمنى ان شاء الله تدبيراتنا لإعجاب ديالكم وغد ندوزوا ان شاء الله التدبير الموالية بالنسبة لهذا التدبيرات التانية هادي كلميع ديال هاد الشواء كولاء الفرشيطات وهاد المواسلة المعالق غادي نعطيكم واحد طريقة رائعة لما ديال السلق ديال البطاطا وغادي نضيف عليه واحد الكيمياء قليلة ديال بيكاربونات السودا تقريبا واحد درس معلقة كبيرة اولا معلقة صغيرة عامره ونديرهم نخليم واحد لمدة كل شي هادك ذيك الضباب اللي كيكون فيه وهذاك اكتر يلي كانوا ديال الفضاء ولا ديال اينوكس يعني بسرعة كيبليوا كيتلمعوا بهذا الشكل هادا بلا صابون بلا سائل الاواني دوزت لهم الماء وستقطرتهم اللي ما وعطوني هاد النتيجة هادي فعلا لما ديال البطاطا كيلمع ممكن تدروها حتى البلاطو ديال الفضاء لكينا عندكم كيعطى واحد اللمعة يعني كيلمع لنا الاواني فانتمنى ان شاء الله تستعملوا لما ديال البطاطا وتستغلوا ولمعوا به المواسس ديالنا وهاد الشواء ديالنا وندوزول تدبيره ديال كيفاش نحيدو الكالكير من الغلاي بالنسبة لها التدبير هادي كنت شاركتها معاكم ولكن للاسف كيبقوا تداخلوا تدابير هكا في فيديوهات فبزاف اللي طلبوا مني هكا كيفاش نحيدو الكالكير من الغلاي ديال اينوكس يعني كنت نحطر لكم الكالكير في الغلاي ديال الاليمينيوم والطريقة واللي الطابقة السميكة وهذا هنتم مشتورة كمية كتير اللي فيحتهوا كناخدو تقريبا واحد نسكاس ديال الخل وغدي نضيف ليه واحد المعلقة دائما ديال بيكاربونات هي اللي كانت قضي لنا على هاد الكالكير شوفوا التفاعل كننحرك كحتية حيل لنا هذك التفاعل وكنردها فوق البطاء يغلي قبل ما غدي ندير هات ندير هات طيب لنا هاد المحلول ديال الخل والبيكاربونات غدي نضيف واحد شوية ديال سائل تنضيف الأواني او لهذا المعجون هذا دائما الغرض منه كنديره معاكم في البرد في كل شيء الغرض منه هو يعطني هذك كي يجي طالع هكب هذك الرغوة ومنلي كي يجي طالع كي يبقى يحيد لنحتة ديال الجوانب سفيك نشعل عليه بحال هكو كي نحرك شوفوا راكي تحيد على شكل قشور بسرعة بلا ما نقيسه هذي سامره هو كي يطبخ بهذا الشكل هذا ونتأكد ان الجوانب كي يقسهم هذ الخالط هذا خليه كي يغليم زيان واحد لو قيته هاتوا ما شوفوا راكي بقى يتحيد بوحده على شكل قشور هذة الطريقة ديال الغلي ديال اينوكس كي يتحيد الكالكر نهائيا صافين بعد ما غادي نتأكد انه طبخ مزيان غادي نغسله بوحد الحلفة من الداخل كل شي كي يتحيد وكي يجي شكل دياله وهذا بلا ما سخبشه بلا ما يوقع عليه التحاجة فكي تبقى هذة طريقة هذي طريقة ساهلة لغلي ديال اينوكس يتحيد منه الكالكر يعني بسرعة بلا مجهود اللي هو كتير كان طبخه وكان دوزله واحد الحلفة من الداخل كيعطينا هذه النتيجة واندوزه ان شاء الله للتدبير الموالية بالنسبة لدائما اللي كان نجيبه هذ العلبة ديال الشاي اي نوع يعني انا الغرض اللي بغيت هنا هو هذ الورق اللي كي يكون داخل هو ورق رائع كنجمعوه بزاف يعني ما تلوحوش كي تستعمله بزاف ديال اشياء انا اليوم غادي نستعمل كيفاش كنحافظ به هذ الورق هذة علاء التومة يعني ما لي كيكون عندكم كالطهبات شكل هذة وكتحطوه في واحد المكان كيبقى عندكم بزاف ديال استعمالة دياله ولكن لا اليوم غادي نحط معاكم فيه التومة كيمتصروا طوبة التومة ديالكم ما كتسول ليش اغطباء وما كتخسرش والناس اللي كيسولوا الاخوات اللي كيسولوا على النوعية ديالاتي اللي كناخده هو هذة في هذة الساعة هذي وان شاء الله ندوزوا التدبير الموالية بالنسبة للورق ديالاليمينيوم اللي كنجيبوه العلبة اللي هي جديدة هكا كيبقى كيطح لنا من هذيك العلبة وكي يعني كيتكرفز فقدين نشارك معاكم هنا بغت نحلها جديدة نشارك معاكم الطريقة باش كيبقى تابت في الكارتونة وما كيطحش فقدين ما غدي نحلها بهذه الشكل وغادي نحاول نحلها بالنسبة لهذا الاخوات اللي غدي سوله وخديته بربعين درهم وفي واحد الكيمياء اللي هي كتيرة ديالاليمينيوم يعني التمن دياله شوية طالع ولكن راكيج دي واحد المدلة اللي هي طويلة هنا كان لقوا واحد الجوانب هنا فيهم واحد شوية دياله حالة مرسوم هنا واحد المربع صغير في الجنب هو اللي كتضغطوا عليه باش يدخل في دياله دائرة ديال هذاك ديال هذاك الورق دياله ديالك جعباد الورق للاليمينيوم كتضغطوا عليها وكتحيدوا أولاً كتحيدوا هذاك واحد المدلة كيكون في الجنب أتمنى إن شاء الله تكون الصورة هكا كتشرح لكم حسن من الطريقة ديالي وصفي كي يبقى هنتم وخان قلبها ما كيبقاش كي يطح صفي كتبقى وتستعملوها عادي ما كيبقاش كي يطلع من بلاسه هما دايرين خصيصا هذيك البلاسة دايرينها باش تضغطوا عليها كيبقى كي يتبت في العلبة دياله هنتم ما كيبقاش كيطحني هائيا وكتبقى محافظة عليها وما كيبقاش كيخسر لكم وهنايا في هاد التدبيرة الأخرى بغيت نجاب واحد الأخت البرح تطلية تعليق ديالها بغيت القياسات ديال هاد المجورة هادو واش كي يوصلوا للحيط فعلا ما كيوصلوش للحيط البوتاجي فيه كله 65 سنتيم وهذا فيها 40 يعني ضروري كيخليك لسباسا انا غا نصور لك أختي الخلف دياله وغادي تشوفيه برا بقي واحد المسافة كبيرة بينه وبين الحيط يعني كنتي طلبتي مني باش نجاوبك هكذا أقرب وانا سورتليك باش هكذا تشوفيه مزيلا هادك المجورة كله فيه 40 سنتيم داخل ب40 سنتيم وكيما قلتليك البوتاجي فيه 65 يعني مكييكونوش داخلين هاد المجورة حتى الحيط فانتمنى ان شاء الله نكون جاوبتك على سؤال ديالك نعم وبالنسبة لأخوات اللي سولوني بزاف على الوصفة اللي كتخلصكم نهائيا من القمل دياله سواء شعار ديال البنيتات ديالنا او للأطفال ديالنا او للناس الكبار فان شاء الله في الفيديو قادم غادي شاركوا معاكم واحد الوصفة ليه فعالة كتخلصكم نهائيا من القمل ما كتبقاش يعني الحس دياله فالرأس ديال الوليدات كيف ما كتعرفوا المشكل ديال القمل والله ما كنتعلقش بالنظافة وكيعانيوا منه بزاف الاطفال اللي كيمشوا هكا المدارس كيكون فيها ذاكترون سبور وكيكون فيها بزاف ديال هاد المشاكل هادو فان شاء الله غادي نعطيكم واحد الوصفة ليهي ناجحة مئة في الفيديوهات المقبلة فمعلكم إلا تبقواوا في القناة وتبرتجيوا الفيديوهات مع الأحباب ديالكم ودعموني باللايكات ديالكم وإلا كنتم ما مشتركينش ليش في القناة أول مرة ما مشتركش يشترك وفعل جرس وصلنا لنهاية الفيديو إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة